إليك الخطوات الأولى للبدء في استخدام تطبيق Discord. قم بتنزيل تطبيق Discord على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الهاتف الذكي من خلال متجر التطبيقات الخاص بك أو من الموقع الرسمي لDiscord. بعد تثبيت التطبيق، قم بفتحه وانقر على إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب بالفعل. يمكنك أيضاً استخدام خيار التسجيل الدخول إذا كان لديك حساب موجود بالفعل. حدد اسم مستخدم مميز ورمز أو صورة شخصية لحسابك. يمكنك أيضاً تخصيص إعدادات الخصوصية والأمان في هذه الخطوة. الانضمام إلى الخوادم تستخدم Discord، خوادم للتواصل والدردشة. يمكنك الانضمام إلى خوادم موجودة بالفعل عن طريق استخدام رابط الدعوة الذي يتم توفيره لك من قبل المشرفين أو الأصدقاء. يمكنك أيضاً إنشاء خادم خاص بك بالنقر على زر إنشاء خادم جديد. بمجرد أن تصبح جزءاً من خادم أو عدة خوادم، استكشف واجهة المستخدم لتطبيق Discord. ستجد القنوات النصية والصوتية في الجزء الأيسر من الشاشة وقائمة الأعضاء في الجزء اليمين. يمكنك الانتقال بين القنوات والتفاعل مع الأعضاء بالطرق المختلفة. قم بزيارة إعدادات حسابك لتخصيص تفضيلاتك الشخصية وإعدادات الخصوصية. يمكنك تغيير صوت الإشعارات وتغيير اللغة وتعديل إعدادات الخصوصية والأمان والمزيد. هذه هي الخطوات الأولى للبدء في استخدام تطبيق Discord. بمجرد التعود على واجهة المستخدم والميزات، يمكنك استكشاف المزيد من الوظائف المتقدمة مثل إنشاء قنوات جديدة وتعيين الأدوار، وإجراء مكالمات صوتية وفيديو والمشاركة في مجتمعات أخرى. إذا أعجبك الفيديو، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس، ولا تنسى ضغط.